السلام عليكم شوانكم ان شاء الله زينين و معكم عليهادي علي اليوم عدنا جهاز جديد من شركة بوكو اللي هو X4 Pro 5G تابعوني في هذا الفيديو حتى نعرف شنو التفاصيل هذا الجهاز و شنو الأمور اللي زينة و المو زينة بيه خلنا نشوف كل هذه الأمور بهذا الفيديو اوه شاء الله راح نسولف بيه اللي هي شكل هذا الجهاز من الخارج هذا الجهاز من الخارج وزنه تقريباً مئتين و خمسة غرام تقدر تخلي 2 سيم كارت الشغلة الثانية منفذ السماعات 3.5 موجود اكو عندي سماعتين واحدة صايرة بالأعلى واحدة صايرة بالأسفل فمن تستخدمه بتشغيل المحتوى بالألعاب راح ينطيني نتائج حلوة الجهاز من الخلف هو خليط ما بين البلاستيك و الزجاج بس يطبع بصمات بنسبة كلش عالية فأنصحك انه تستخدم حافظة بمجموعة ألوان واحد من الألوان المميزة هو اللون الأصفر اللي موجود عندي هو اللون الأسود تبقى بعد هي مسألة تفضيلات شخصية و طرق الحماية اللي موجودة على هذا الجهاز عندي طريقتين الأولى اللي هي بصمة الأصبع اللي صايرة على زر التشغيل أداء البصمة كلش ممتاز و ما عندي على أي ملاحظة و الطريقة الثانية اللي هي ميزة التعرف على الوجه هذه الميزة بالأجهزة تكون من الفئة المتغسطة والفئة الاقتصادية و حتى بعض الأجهزة تكون الفئة العليا من تكون مقارنة صور ما أنسحكم بها لسبب لأنه لو شخص يشبهك الجهاز محتمال انه ينفتح على وجه ذاك الشخص فدائما استخدم البصمة لأن الحماية ما تكون أفضل طبعاً الشاشة عندي مسطحة الجهاز من الخلف مسطح فتقدر أنه تثبت الجهاز لا ما تقدر تثبته لا هو أوكي ثبته أو ما ثبته الجهاز من الخلف والأمام مسطح بالكامل يعني مو منحني طبعاً الإطار بتقوس من جميع الاتجاهات ف ما يثبت خلينا نتحول ونسولف على الشاشة لأنه الشاشة أكو بها تفاصيل جداً هواية طبعاً الشاشة الموجودة هنا مواصفاتها جداً ممتازة بالنسبة للجهاز من الفئة المتوسطة هذه الشاشة هي منها أموليد تردد الشاشة هو مئة وعشرين هرتز بالإضافة إلى أنه حجم هذي الشاشة هو ستة فارزة سبعة وستين انج طبعاً دقة هذه الشاشة هي فل أش دي بلاص والبكسلات الخاصة بهذه الشاشة طبعاً تلف مية وخمس وتسعين بكسل لكل انج هنا عندي التشبع بالألوان إن شاء الله الرهيبة أنه تردد استجابة اللمس اللي موجود هنا هو تلف مية وستين هرتز فما رح تستخدمه بالألعاب رح تكون عندي سرعة كلش عالية والشي الأحلى أنه عندي طبقة حماية اللي هي القوريلا قلاس خمسة اللي رح تحميلك الجهاز نوعاً ما من الخدوش اللي تصير تخلي الجهاز على الميز أو يكون بجيبك ينطخ بمفتاح أو شي نعني هذي طبقة القوريلا قلاس خمسة هي ما رح تحمي الجهاز من الكسر لا بس رح تحميلك الشاشة نوعاً ما من الخدوش اللي تصير فالجهاز تحسه من الجهة الأمامية والخلفية جهاز فخم يعني ما يبين انه جهاز من الفير متوسطة بشكل عام الشاشة اللي موجودة هنا التفاصيل مالتها او المواصفات ما عندي عليها اي ملاحظة شاشة منه امولد و 120 هرتز بعد شنو اللي يريده بجهاز من الفير متوسطة اكيد السعر ماتر حنعرفه بنهاية الفيديو المعالج واداء الجهاز بشكل عام هذا الجهاز بمعالج من شركة كوالكم اللي هو سنام دراجون 695 هذا المعالج اللي يعتبر من الفير متوسطة طبعا معمارية التصنيع الخاصة بهذا المعالج هي 6 نانومتر انطاني اداء حلو فترة استخدمت هذا الجهاز وجربت هواي تفاصيل به طبعا بالنهاية هو جهاز من الفير متوسطة يعني ما اتوقع انه احصل على اداء كلش عالي بس بالاستخدامات العادية كلش ممتاز يعني ما اكوا اي ملاحظة من ناحية الالعاب ايضا انطاني نتاج حلوة تقدر تشغل علي الالعاب بأدادات هواية بالأدادات القوية بس انصحك انه تشغل علي الالعاب بالأدادات المتوسطة حتى تحصل على نتاج حلوة وسلاسة بالاضافة لانه المئة وعشرين هرتز اللي موجودة على هذه الشاشة سيكون عندي سلاسة بفتح التطبيقات والالعاب اللي تدعم هذا الشي لانه التطبيق او اللعبة اذا ما كان يدعم المئة وعشرين ده ما رح تقدر تستفاد من هذا الشي يعني تستفاد من عنده فقط بالتطبيقات اللي هي اصلا تدعم هذا الشي اكيد المئة وعشرين معناه استهلاك للبطارية بشكل اكبر فتقدر من خلال الضبط انه تبدل ما بين المئة وعشرين والستين بكل سهولة وبساطة فهذا هو الأداء اللي يمطينيها سناس درافون 695 الراام اللي موجودة هنانا يجي 7 جيجا بايت واكو اصدار اخر يكون 8 جيجا بايت بالنسبة لنسخة ال 6 جيجا بايت يجي بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت والنسخة الثانية الثمانية الرام يجي مع ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت هسا خلي أسول فيلكم على الكاميرات اللي موجودة خلف الجهاز طبعا الجهاز من الخلف أكو بيه ثلاثة كاميرات الكاميرا الرئيسية اللي موجودة على الجهاز البوكو هذا تيجي بدقة 180 ميجابيكسل وفتحة عدسة 1.9 والكاميرا الثانية تكون 8 ميجابيكسل اللي تصور لي صور بزاوية واسعة والكاميرا الثالثة اللي تصور لي مايكرو تكون 2 ميجابيكسل الكاميرا الواسعة اللي تكون 8 طبعا زاوية التصوير مالتها أو الدرجة هي 118 الكاميرا الأمامية اللي صايرة بشكل ثقف في وسط الشاشة بالأعلى هذه الكاميرا تيجي بدقة 16 ميجاباكسل هذه طبعا بعض الصور اللي تم التقاطها من خلال الجهاز من كنتم سافر برشلونة فكانت فرصة حلوة أن نتجرب الجهاز سواء بالكاميرا الأمامية أو بالكاميرا الخلفية بالنهار بالليل بالزاوية الرئيسية بالزاوية أو بالكاميرا الواسعة منطينا أكثر من خيار حتى صور بالعزل أو بدون العزل فشون شوفون الكاميرات اللي موجودة هنا أخير النقطة رح أشرحها بهذا الجهاز هي البطارية هذا الجهاز من بوكو ييجي ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير بحيث أنت تقدر تشحن هذا الجهاز من صفر إلى 70% خلال 22 دقيقة ومن صفر إلى 100% تقريبا خلال 40 دقيقة أكيد الجهاز يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط والعلبة الخاصة بالجهاز موجود بها هذا الشاحن يعني ما رح يحتاج أنه تشتري في المكان آخر لا هو موجود بالجهاز وتقنيات الشحن اللي يدعمها هذا الجهاز يدعم الباور ديليفري 3 بالإضافة إلى الكوك شارج 3 فمن ناحية الشحن طاين نتائج كلش حلوة تقدر تستخدم الجهاز يوم كامل بشحنة واحدة وإذا تستخدمه بالعلعاب بشكل متواصل يمشيك تقريبا 12 ساعة مثل الوريد الأسعار الخاصة بهذا الجهاز نسخة الستة رام 128 جيجا بايت الفاكرة الداخلية يكون في سعار 259 دولار نسخة ثانية ثمانية بـ 256 جيجا بايت فاكرة داخلية يجي 289 دولار هذه الأسعار الخاصة بالجهاز طبعا المكلاء الرسمي اللي بوقه في العراق عدنا آيتلوب و بي سي آي فشون تشوفون المواصفات اللي تم ذكرها لهذا الجهاز يسوى أنه أنا أشتريه أو لا بالنهاية قرار الشراء راجع لك شوف شون الأشياء اللي تحتاجها شون الأشياء اللي تستخدمها أو تريدها أنه تكون موجودة بالجهاز وانت اللي تحدد بين الجهاز المناسب لك انتظروني فيديو آخر لا تنسون أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الإشعارات حتى توصلكم الفيديوهات أول بأول بنهاية هذا الفيديو أقول لكم مع السلامة